هذه واحدة من المداجد الضخمة المنتشرة في ضواح طهران ولكنها ليست لتربية الدجاج بل لتربية أضخم نوع من الطيور على وجه الأرض إنه طائر النعم عمر النعمة الذي قد يصل إلى ستين عاما ووزنها البالغ نحو مائة وعشرين كيلو جراما وما فيها من كميات كبيرة من اللحم والدهون والريش جعلتها كنزا يطمع المزارعون والتجار هنا بالاستثمار فيه رغم مصاعبه في البداية يوجد العديد من الحضانات لدينا نضع البيضة في الجهاز لمدة 42 يوما ثم نحصل على فراخ صغيرة نعطيها اللقاحات ونضعها تحت العناية والرعاية لأيام عدة ثم ننقلها إلى الخارج لتكتسب المناعة الجيد في الأمر أن نسبة تفقيس البيض تصل إلى نحو 99% سابقت إيران منافسها فنالت خلال فترة وجيزة المرتبة الثانية عالميا بعد جنوب إفريقيا في إنتاج النعم وهي تنتج حاليا نحو 110 ألاف نعم و3 ألاف طن من اللحم سنويا إننا نصدر متجاتنا إلى دول مثل مصر والعراق وأزباكستان والهند إنها تجارة رابحة ومدرة للمال لقد أفشلنا العقوبات المفروضة علينا في هذا المجال والآن ننتج أجهزة التفقيس بأنفسنا في حين كنا نستوردها سابقا من أمريكا وكندا التكاثر السريع للنعام ومقاومته للأمراض وتعدد منتجاته إضافة إلى الدعم الحكومي للمستثمرين في هذا المجال عوامل دفعت قدما نحو تطوير إنتاج النعام في إيران خلال السنوات الماضية على الرغم من العقوبات المفروضة على قطاع الزراعة الإيراني تطمح طهران عبر خطة تنموية إلى زيادة إنتاجها من النعام ليصل إلى 200 ألف نعام سنويا بل واحتلال المركز الأول عالميا في إنتاج هذا النوع من الطيور وتصديره مالك عابدة طهران الميادين